شاركت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي ومحافظ بنك مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حلقة نقاشية إلى جانب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أدل رينو حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أوقات الأزمات وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه مع بدء جائحة كورونا كانت المرأة من أكثر الفئات تضررا لذلك لجأت الحكومة إلى تطوير سياسات خاصة مستهدفة دعم المرأة وكانت مصر من أوائل الدول التي وضعت ورقة سياسات حول احتياجات المرأة أثناء الجائحة لافتة إلى أن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين تتضمن العديد من البرامج التي تستهدف تمكين النساء والفتيات والشباب ودعم صحة الأطفال لا سيما خلال جائحة كورونا